اهلا بكم من جديد اصدر محافظ مصرف البحرين المركزي راشيد المعراج قرارا بتنظيم العمل بالشيكات الالكترونية القابلة للتداول ونصت المادة الثانية منه على ان تسري على الشيك الالكتروني الاحكام المقررة للشيكات الورقية الواردة في قانون التجارة والقوانين ذات العلاقة بالشيكات والتوجيهات الصادرة طبقا لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2009 ويقتصر تقديم خدمة الشيكات الالكترونية بحسب القرار على بنوك التجزئة المشاركة في نظام البحرين لمقاصة الشيكات والمستوفية للمتطلبات التشغيلية وان يكون مقابل الوفاء في الشيكات الالكترونية بالدينار البحريني ويجوز للمصرف الموافقة على عملات اخرى نبقى في المصرف حيث أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي قرارا بتعديل أحكام اللائحة رقم 1 لعام 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي حيث أضاف خدمة تقديم خدمات السكوك الالكترونية القابلة للتداول من ضمن الخدمات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي للشركات والمؤسسات المساندة للقطاع المالي أكدت مدير عام آمانة العاصمة المهندسة شوقية حميدان إنجاز خمس مزايدات مختلفة لمواقع إعلانات في العاصمة وقد بلغ مجموع العطاءات المقدمة أربعة ملايين وخمسمائة وتسعين ألفا ومائة وأربعة وعشرين دينارا بحرينيا لمدة خمس سنوات تعاقدية كما يتم الأعداد لطرح سبع مزايدات أخرى وأوضحت حميدان أنه بناء على توجيهات من وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف فإن الأمانة تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية المختلفة تعزيزا لدور السوق الأعلاني في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في المملكة أعلنت إنفستكورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين ما قرر لها أنها أبرمت بشكل نهائي عقدا لضخ استثمار قيمته 340 مليون يورو في صندوق إيطالي ثاني للقروض المتعثرة المضمونة وكان المستشار الحصري للصفقة إيدوس بارتنرز وهي شركة إيطالية رائدة مختصة في الاستشارات والاعتمان كما يمثل الصندوق محفظة إنفستكورب التاسعة للفرص الخاصة وقال رئيس الفريق العالمي للتوزيع وإدارة العلاقات الاستثمارية في إنفستكورب تيموثي مطر إن العديد من البنوك في أنحاء إيطاليا ستحتاج إلى تقليل تعرضها لمخاطر الاعتمان وتعزيز ميزانياتها العمومية وخلق فرص للمستثمرين من ذو الخبرة الكبيرة في الاكتتاب من جهتها قالت المحللة الاستراتيجية للمحافظ الاستثمارية في إنفستكورب إلينا رانجوليفو أن هناك فرص قوية للحصول على قروض جذابة بحسومات كبيرة في سوق القروض الإيطالي المتعثر وإنهم يؤمنون بأن الصندوق إنفستكورب الجديد للقروض الإيطالية المتعثرة سيساعد على تلبية حاجة مهمة في السوق والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 7 من 100% مغلقا للتداولات عند مستوى 1269 نقطة وذلك عائد من خفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 575 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 73 صفقة وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ معكم بسوق أبوظبي للأوراق المالية التي أغلقت عند مستوى 4133 نقطة بارتفاعا بنسبة 0.51% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1984 نقطة بارتفاعا بنسبة 2.35% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة للتداولات هذا اليوم أما سوق بسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3445 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاعا بنسبة 1.11% أعلنت عدة دول خليجية بنهاية عطلة عيد الفطر الخطوات المقبلة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا تمهيدا لرفع القيود بالكامل حيث بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تتضمن إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة والصلاة الرياضية ودور السينما والمواقع السياحية فيما قالت دولة الكويت أنها ستنهي حظر التجول الكلي نهاية هذا الأسبوع كما أعلنت المملكة العربية السعودية آلية عودة موظفي القطاعين العام والخاص تدريجيا إلى العمل بدءا من يوم الأحد المقبل على أن يكون الحضور بشكل كامل في الرابع عشر من شهر يونيو النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركات صناعة السيارات تضع خطة إنقاذ لضمان استمرار أعمالها قالت صحيفة فينانشل تايمز أن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزا في الميزانية بنسبة 5% من الدخل القومي لعام 2024 حيث يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة لبريطانيا إذ سيواصل التأثير السلبي على الاقتصاد من فيروس كورونا الضغط على المالية العامة وكان مكتب مسؤولية الميزانية قد قال أن اقتصاد بريطانيا قد ينكمش بنسبة 13% هذا العام بسبب إجراءات العزل وهو ما سيكون أعمق ركود في ثلاثة قرون يعتزم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقديم حزمة تحفيزية مالية قيمتها تصل إلى 750 مليار يورو بهدف تقديم دفعة للاقتصاد للتغلب على الركود العميق الذي تمر به القارة وفقا لأحد المسؤولين وسيتم توزيع 500 مليون يورو من الحزمة في صورة منحة للدول الأعضاء فيما سيتم إتاحة 250 يورو في صورة قروض وذلك وفقا لوكالة بلومبرغ وقد تخفف تلك الخطة الأعباء على البنك المركزي الأوروبي الذي تعهد بشراء سندات تزيد قيمتها عن تريليون يورو بهدف دعم الأسواق والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والبعادن الرئيسية أعلنت شركات رينو ونيسا الموتور وميتسو بيشي موتور استفاصيل خطة استراتيجية جديدة تعهدت فيها بتعميق التعاون في تطوير وإنتاج السيارات للحفاظ على الاستمرارية كمجموعة مصنعة للسيارات وتواجه الشركات الثلاث أزمة بفعل جائحة كورونا التي جاءت بينما يحاولون إعادة صياغة شركاتهم بعد القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة كارلوس غصم في عام 2018 وعزله من منصبه وسيركز التحالف الذي جرت إعادة صياغته على قطاعات أكثر منهجية في العمل حيث سينصب تركيز واحدة من الشركات على نوع معين من السيارات والنطاق الجغرافي فيما ستحدث الشركتان الأخريتان حذوها